تخيل انك تقدر تعمل اسهل واسرع قطيف بدون ولا ديء ابيض ولا اسمر ولا حتى معلقة زيت وتطلع بالجمال ده مشبعة وبقى لسعرات وابسط مكونات هتعتمدها كل يوم في رمضان وهتدعيلي كل اللي هتحتاجه كوب شوفان تقريبا 50 جرام كله الياف ومعادن هيشبعك جدا هتطحنه كويس وهتضيف عليه نص كوب سميد ونص معلقة بيكنج بودر ونص معلقة خميرة وسكر دايت او عسل وهتنزل عليهم بكوباية ونص مية دافية وهتضرب كل المكونات دي كويس جدا هيتطلع معاك بالقوام والشكل دا الخطوة دي طبعا مهمة جدا وهي انك لازم تسيب الخليط لمدة نص ساعة لحد ما يتقل معاك بعد كده هتنزل بالخليط في اي طاصة عندك وهتسخنها لحد ما توصل معاك بالشكل دا هتعمل معاك تقريبا 10 قطع متوسطة وتقدر تتحكم في حجم الواحدة براحتك بعد كده هتنزل بالحشوب تاعك ممكن زبيب جزهند طمر اي حاجة عندك هتقفلهم بالشكل دا وفي الفرنة والإيرفراير لمدة 15 دقيقة على 190 هتطلع معاك بنفس اللون والشكل دا وبدون ولا نقطة زيت بالنسبة لسيرب القطايف اللي سألتوني عليها يكون نص كباية مية وعصير نص لامونة وعليها عسل او سكر دايت وعلى نار هادية لحد ما القوام يتقل معاك هتنزل بعد كده بالسيرب على القطايف وبجد ما فيش اصح ولا افيد من كده قطايف بدون زيت ولا ديء ابيض في منتهى السهولة بابسط سعرات عايز اقول لك ان القطع الوحدة وصلت لك سعراتها ل35 سعر حراري بدون الحشو يعني 10 قطع بتعادل 2 قطايف من العدية وبجد اخفوا احلب كتير ما تنساش تعتمدها وتكتب لي رأيك في الكومنتات هنزل لكم ان شاء الله وصفات صحية وسريعة بقال لسعرات وابسط مكونات